كما شهدت اللجان الفرعية في سلطنة عمان توافدا من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين وتستقبل اللجان الفرعية المصريين في سلطنة عمان من التاسع صباحا إلى التاسع مساء بالتوقيت المحلي للسلطنة وعلى مدى ثلاثة أيام وقام سفير مصر بسلطنة عمان ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع عضاء البعثة الدبلوماسية وكنسولية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإداء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت